اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نلاحظ الامثلة التالية من يبذر الشوكة يجني الجراح لا شك انكم ادركتم ان من اسم شرط جازم اسم وليس حرف والفرق بين الاسم والحرف ان الاسم له محل من الاعراب الادات التي تكون اسم مثل اسم الشرط من او ما له محل من الاعراب اما الحرف فليس له محل من الاعراب لو قلنا مثلا ان تبذر الشوكة تجني الجراح ان فان هي حرف شرط وليست اسم شرط والفرق ان حرف الشرط ليس له محل من الاعراب بخلاف اسم الشرط فان له محل من الاعراب اذا يبذر الشوكة والشرط ما هو الجواب او ما هو الجزاء يجني الجراح وهذه كناية على ان الشخص الذي يقوم بالشر فانه يحصد اشراره الجملة الثانية وما تفعله من خير فان الله به عليم اذا الشرط وهو تفعل الخير الجواب فان الله به عليم تلاحظون ان الجملة الاولى الجملة الجوابية غير مرتبطة بالجملة الشرطية بالفاء بينما الجملة الثانية الجملة الجوابية في المثال الثاني مرتبطة بجملة الشرطة بحرف الفاء يا ترى لماذا وجدت هذه الفاء سوف نتكلم عن هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى إذن المثال الثالث قال الله تعالى إن تنصر الله ينصركم إذن الشرط تنصر الله الجواب والجزاء هو ينصركم فينصركم جملة فعلية ليس لها محل من الإعراب لماذا ليس لها محل من الإعراب سوف نتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى إذن تلاحظون إن ولولا إن ولولا وأيضا لو ولولا وإن كلها حروف شرط حروف شرط وليست أسماء شرط أي ليس لها محل من الإعراب بينما من وما لها محل من الإعراب ولكن إن تشترك مع من وما في أنها جازمة بينما لو لا ولو ليس لها محل من الإعراب وأيضا ليست جازمة وإنما اكتفت بمعنى الشرط فقط إذن إن تنصروا الله ينصركم الجملة الثانية لولا المشقة لا ساد الناس كلهم لولا المشقة والتعب والكد والنصب لأصبح الناس كلهم أسياد لو كانوا كلهم أغنياء لأصبحوا كلهم أسياد ولكن الحال ليس كذلك فالمشقة موجودة الشرط موجود بما أن المشقة موجودة فالناس ليسوا أسياد إذن امتنع الجواب امتنع الجواب لوجود الشرط إذن لو لا تفيد امتنع الجواب بسبب وجود الشرط لو دعوتني لأجبتك إذن هل دعوتني؟ لا نعم أقصد أنك لم تدعوني إذن فأنا لم أستجب لك إذن تحقق الجواب يقف على تحقق الشرط إذا تحقق الشرط تحقق الجواب إذا غاب الشرط غاب الجواب لو دعوتني لأجبتك فإنك إذا لم تدعوني فإنني لن أجيبك إذن لو حرف شرط آممهم يخف tenía يفيد تحقق الجواب إذا تحقق الشرط ومع تعريف الجملة الشرطية الجملة الشرطية هي جملة مركبة إذن لازلنا مع الجمل المركبة والجملة الشرطية هي جملة مركبة من جملتين الجملة الأولى هي جملة الشرط التي يكون فيها فعل الشرط والجملة الثانية هي جملة الجواب ويقال لها أيضا جملة الجزاء مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فالغش هو الشرط والجزاء أو الجواب أنه ليس منا إذن من غشنا فليس منا تلاحظون أن من اسم شرط جازم فهو اسم أي له محل من الإعراب وهو شرط أي معناه يفيد الشرط وجازم أي عمله الإعراب فلكل أداة معنى وعمل إعرابي وبعض الأدوات ليس لها عمل إعرابي تكتفي بالمعنى فقط مثل لولا أو لوم أدوات الشرط الجازمة نحن نقول أدوات والأدوات تشمل الحروف وتشمل الأسماء بالنسبة للحروف فإنها تتمثل في الحرف إن والحرف إذما نقول حرف لأن إن وإذما ليس لهما محل من الإعراب وإنما يجزمان ويفيدان الشرط لكن ليس لهما محل من الإعراب بخلاف الأسماء الشرط فإن لها محل من الإعراب وتفيد الشرط وتجزم إذن من للعاقل للإنسان العاقل ما ومهما لغير العاقل ومهما تفيد التكرار أين وأينما وحيثما وأنا للمكان ومتى وأيانا للزمان وكيفما للحال وأي بحسب ما تضاف إليه لأن أي ممكن أن تكون مفعولا به وممكن أن تكون شرط ومن الممكن أن تكون للتفسير إذن هذه هي أدوات الشرط التي تنقسم إلى قسمين الحروف والأسماء أيضا أدوات الشرط غير الجازمة قلنا لو ولولا ولوما لو حرف يفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط أي أن الجواب والجزاء لم يتحقق لماذا؟ لأن الشرط لم يتحقق مثال ذلك كما ذكرنا لو زرتني لا وجدتني إذن هل وجدتني؟ لم تجدني إذن الجواب لم يتحقق لماذا؟ لأنك لم تزرني الشرط ولم يتحقق وبالتالي لم يتحقق الجواب إذن فهي تفيد امتناع الجواب بعدم تحققه لماذا؟ لامتناع الشرط أي بسبب امتناع الشرط لولا ولوما حرفان يفيدان امتناع الجواب لوجود الشرط مثلا لو لا الله لا فضحنا لو لا ستر الله لا فضحنا إذن هل فضحنا؟ لا الحمد لله لماذا؟ لأن الله سترم إذن امتناع الجواب لوجود الشرط أي بسبب وجود الشرط امتناع الجواب كما ستر الله سبحانه وتعالى موجود فامتنعت الفضيحة أعاذا الله وإياكم منها أيضا كلما هو أيضا أداة شرط غير جازمة تفيد التكرار جوابها يتكرر بتكرار شرطه أي كلما تكرر الشرط تكرر الجواب مثال ذلك واضح في قوله تعال على لسان أو حكاية عن زكريا عليه الصلاة والسلام وعلى نبيا الصلاة والسلام وعلى مريم عليه السلام في قوله تعال كلما دخل عليها زكرياء المحرابة وجد عندها رزق إذن فكلما دخل زكرياء أي كلما تكرر الشرط وجد عندها رزق ليس مرة واحدة في كل مرة يدخل زكرياء يجد رزق إذن كلما تكرر الشرط تكرر الجواب إذا أيضا ظرف للزمان المستقبل يتضمن معنى الشرط إذن هذه هي أدوات الشرط غير الجازمة بالنسبة لجملة الشرط والجواب لا بد أن نتحدث عنهما لأن هناك أمور تتعلق بهم من حيث الفعل أولا فعل الشرط والجواب فعل الشرط وفعل الجواب ربما قد يكونان ماضيين وقد يكونان مضارعين وقد يكونان مختلفين أي مضارع وماضي مثال ذلك قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إذن تلاحظون الشرط أحسنتم فعل ماضي وجوابه أحسنتم أيضا ماضي إذن قد يكون فعل الشرط وجوابه فعلان ماضيان مثال ذلك إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أيضا إن تجتهد تنجح تلاحظون أن تجتهد فعل مضارع وتنجح فعل مضارع إذن قد يكون فعل الشرط وفعل الجواب قد يكون ماضيين أو مضارعين وقد يكون مختلفين مثال ذلك قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه إذن تلاحظون كان فعل الشرط ونزد فعل الجواب تلاحظون أن كان فعل ماضي ناغص طبعا ونزد فعل مضارع إذن أفعال الشرط والجواب قد تكون ماضية معا وقد تكون مضارعة وقد تكون مختلفة يكون الماضي سابق والمضارع اللاحق أو العكس بالنسبة لارتباط أيضا ملاحظة أخرى وأن جملة الشرط تكون فعلية خبرية جملة الشرط الجملة الأولى تكون فعلية وخبرية لا تكون اسمية ولا إنشائية بعكس الجملة الجواب جملة الجواب قد تكون خبرية وقد تكون إنشائية إنشائية بمعنى طالبية كيف طالبية؟ أي بأمر أو نهي فالأمر هو طلب والنهي هو طلب إذن الجملة الجواب تكون خبرية وتكون طلبية أمر آمرة أو ناهية وتكون فعلية أو اسمية إذن هناك خيارات كثيرة في جملة الجواب هذه الأمور لا بد من ملاحظتها أيضا إذا كان فعل الشرط أمرا أو نهيا إذا كان ركز جيدا إذا كان فعل الشرط أمرا أو نهيا حذفت الأداة الشرط مثال ذلك إجتهد تنجح إذن تلاحظ أن الشرط موجود وهو الإجتهاد والجواب موجود وهو تنجح لكن غابت الأداء لماذا غابت الأداء؟ لأن الشرط جاء على شكل فعل أمر أهم شيء في هذا الدرس وهو إعراب جملة الجواب وهو المقصود بهذا الدرس عموما لا بد أن نلاحظ وهذه الخلاصة والاستنتاجية للحفظ تكون جملة جواب الشرط في محل جزم بشرطين اثنين ولا بد أن يحضر هذان الشرطان وأن لا يغيب واحد منهم الشرط الأول أن تكون الأداة جازمة الشرط الثاني أن تكون جملة الجواب مقترنة بالفاء مرتبطة بالفاء أعيد أقصد جملة الجواب ما محلها من الإعراب محلها من الإعراب هو الجزم قد يكون محلها من الإعراب الجزم وقد يكون لا محل لها من الإعراب متى يكون محلها من الإعراب هو الجزم يعني في محل جزم والجملة الجوابية في محل جزم متى نقول هذا الكلام بشرطين اثنين إذا كانت الأدات جازمة مثل من وما وإن وكانت الجملة الجوابية مقترنة بالفاء أي مرتبطة بالفاء وذلك في حالات كثيرة ولكن السؤال نحن قلنا لا بد أن تكون الأدات جازمة وأن تكون مرتبطة بالفاء السؤال هنا ماذا ترتبط بالفاء إذن ترتبط بالفاء في عدة حالات في خمس حالات الحالة الأولى إذا كانت الجملة الجوابية فعلية إذا كانت الجملة الجوابية فعلية مرتبطة بما أو بقد أو بالسين أو بسوفة أو بلن أو بلا النافية وبربما وكأنما إذا كانت الجملة الجوابية مقترنة بأحد هذه الحروف فإنها سترتبط بالفاء فإنها سوف ترتبط بالفاء أعيد إذا كانت الجملة الجوابية مقترنة مرتبطة بأحد هذه الحروف فإنها لا بد أن تكون مرتبطة مع الجملة الشرطية بالفاء وبالتالي إذا كانت الأدات الشرطية وكانت الجملة الجوابية مرتبطة بالفاء نظرا لوجود حرف من هذه الحروف فإن الجملة الجوابية يكون لها محل من الإعراب وهو الجزم طبعا هذه عموميات لكن سوف نذكر كثيرا من الأمثلة حتى يتضح الأمر إن شاء الله إذن الحالة الثانية التي تقترن فيها الجملة الجوابية بالفاء إذا كانت فعلية فعلها طالبي ولما نقول طالبي أمر أو نهي مثال ذلك طبعا الأمر قد يكون فعل أمر أو يكون مضارع مع علام الأمر إذا كان فعل مضارع مع علام الأمر يصبح فعل أمر أو لا الناهية ثالثا إذا كانت الجملة جملة اسمية مجردة أي ليست منسوخة نقصد الجملة الجوابية إذا كانت جملة جوابية اسمية مجردة فإنها ترتبط بالفاء والحالة الأخرى وهي إذا كان فعلها جامدا الفعل الجامد مثل ليس وعسى ونعم ونعم وحبذ وبئس هذه الأفعال الجامدة أي غير مشتقة وليس لا اشتقاقات آخر حالة إذا كانت الجملة الجوابية مبتدئة بأدات الشرط يعني إذا كانت الجملة الشرطية مبتدئة بأدات والجملة الجوابية أيضا مبتدئة بأدات شرط هنا يكون لا بد من ارتباط هذه الجملة الجوابية بالفاء إذا أعيد باختصار الجملة الجوابية يكون محلها الإعرابي هو الجزم بشرطين إذا كانت الأدات الشرط جازمة وكانت الجملة الجوابية مقترنة بالفاء ومات تختارن الجملة الجوابية بالفاء في هذه الحالات الخمس طبعا هذا الاستنتاج أو هذه الخلاصة للحفظ والاستظهار لكن سوف أشرح كل هذه المعاني بعد قليل إن شاء الله تعالى قبل ذلك لا بد من هذه الملاحظة الثانية في بعض الأحيان تغيب الفاء وتأتي مكانها إذا الفجائية تقوم مقام الفائي بشرط إذا كانت أداة الشرط إن وإذا وكانت جملة الجوابية اسمية مجردة فقط إذا كانت الجملة الجوابية اسمية مجردة أي ليس لها نواسخ إذا كانت اسمية مجردة مثبتة غير منفية وكانت أداة الشرط إن أو إذا ربما تحل إذا مكان الفاء وهذا موجود لكنه قليل مثال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون إذن هذه آية الكريمة قال الله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذن إن كما قلنا هنا إذا كانت إن أداة الشرط إذن فالجملة هنا الجوابية هي جملة منسوخة جملة أو عفوا مجردة غير منسوخة وهي مثبتة وليست من فيهم يقنطونهم مبتدأ ويقنطون خبر إذن جملة جوابية ارتبطت بإذا بإذا الفجائية لماذا؟ لأن أداة الشرط إن ممكن أن تكون مرتبطة بالفاء لكن في بعض الأحياء فقط تكون مرتبطة بإذا الآن مع تفصيل الاستنتاج ذكرنا الاستنتاج والحالات الخمس التي ترتبط فيها الجملة الجوابية بالفاء الآن سوف نشرح ذلك الاستنتاج إذن مع الأمثلة المثال الأول أو الحالة الأولى قلنا ترتبط الجملة الجوابية بالفاء في الحالة التالية الحالة الأولى إذا كانت فعلية فعلها مقترن بما؟ نحن نازلنا مع أولا لكن تفاصيل إذن إذا كان فعلها مقتنن بما مثال ذلك قال تعالى فإن توليتم فما سألتكم منها إذن تلاحظون الجملة الجوابية هنا مرتبطة بالجملة الشرطية بالفاء لماذا وجدت هذه الفاء لأن الجملة الجوابية سبقت بما بما أن الجملة الجوابية سبقت بما فلابد من إضافة الفاء وصادف ذلك أن أداة الشرط وهي إن جازمة إذن وجود أداة الشرط إن ووجود الفاء الرابطة بسبب وجود الماء بسبب وجود الحرف ماء فتكون بذلك الجملة الجوابية في محل جزم ثانيا ونازلنا مع أولا إذن ثانيا إذا كانت فعلية جملة الجوابية فعلية فعلها مقتر بلن مثال ذلك قال تعالى وما تفعل من خير فلن تكفروه وما تفعل من خير فلن تكفروه فلن تكفروه إذن الجملة الجوابية مرتبطة ب أو مسبوقة بلن بسبب أنها مسبوقة بلن وجد الفاء الرابط بين الشرط والجواب وبما أن حرف ما هنا هو جازم والجملة الجوابية مرتبطة بالفاء إذن فالجملة الجوابية في محل جزم الحالة الثالثة وطبعا ما زلنا مع أولا إذن الحالة الثالثة إذا كانت فعلية وفعلها مقتر بلا النافية أو الناهية مثال ذلك قال تعالى ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا أرهقا إذن تلاحظون الجملة الجوابية مرتبطة بلا بما أنها مسبوقة بلا ربطناها بفاء والأدات هنا جازمة تجزم الفعل المضارع إذن الأدات جازمة ومرتبطة بفاء بسبب وجود اللا فإذن الجملة الجوابية في محل جزم الحالة الرابعة في أولا ما زلنا في أولا الحالة الرابعة إذا كانت فعلية مقترنة بقد مثال ذلك إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل في سورة يوسف في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام إذن إن أدت شرط الجملة الجوابية مقترنة بفاء إذن فالجملة الجوابية في محل جزم لكن السؤال لماذا اقترنت بالفاء بسبب أن الجملة الجوابية سبقت بقد فألزمناها بأو أقرناها بألفاء الحالة الخامسة إذا كانت فعلية فعلها مقترن بالسين مثال ذلك وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى في سورة الطلاق وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى إذن فسترضع له أخرى جملة جوابية في محل جزم لماذا؟ لأنها مرتبطة بالفاء والأدات جازمة ولماذا ارتبطت بالفاء؟ لأنها سبقت بالسين إذن بما أن الجملة الجوابية سبقت بالسين فلابد من وجود الفاء وبما أن الفاء موجودة وإن جازمة فالجملة الجوابية في محل جزم طبعا أنا أكرر أكثر من مرة حتى يفهم المتلقي ويحسن فهمه وعذرا إذا كنت أكرر كل مرة هذا الأمر إذن إذا كانت فعلية فعلها مقترن وما زلنا مع أول فقط إذن أولا في ثمان حالات إذن إذا كانت مقترنة بثال ذلك ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا الحالة الأخرى إذا كانت فعلية فعلها مقترن بربما مثال ذلك إن اعتذرت للرجل فربما يسامحك إذن فربما يسامحك جملة جوابية في محل جزم بسبب ارتباطها بالفاء والأدات الجازمة إذا كانت فعلية فعلها مقترن بكأنما مثال ذلك قال تعال ومن قتل نفسا في سورة المائدة ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميع إذن هنا ارتبطت الجملة الجوابية بالفاء بسبب وجود كأنما وكانت الأدات جازمة إذن فالجملة الجوابية في محل جزم الحالة إذن هذه كلها أولا إذن تقترن الجملة الجوابية بالفاء إذا كانت مسبوقة بالسين أو بسوفة أو بقد أو بلن أو بلا أو بربما أو كأنما فبالتالي فإذا ربطت بالفاء وكانت الأدات جازمة كانت الجملة الجوابية في محل جزم ثانيا متى ترتبط الجملة بالفاء إذا كان فعلها فعلا طالبيا إذا كان فعلها طالبي مثال ذلك قال تعال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله في سورة الطلق إذن تلاحظ الجملة الجوابية فلينفق فعل أمر فعل أمر لاحظ أيضا قوله تعال وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذن لا تعضلوهن هنا فعل طالبي مرتبط باللام فعل طالبي لا تعضلوهن فهذا نهي وبالتالي فهو طلب إذن الفعل اتصل بالفاء وبالتالي فالجملة الجوابية في محل جزم لربطها أو لارتباطها مع الشرط بالفاء ولأن الأداة جازمة ثالثا إذا كانت اسمية مجردة أي لا استمنسوخة مثال ذلك قال تعال وإن تخفوها وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم إذن الجملة الجوابية جملة اسمية مجردة ليس فيها ناسخ لا كان أخواتها ولا إن أخواتها إذن فارتبطت بالفاء وإن جازمة وبالتالي فالجملة الجوابية في محل جزم رابعا إذا كان فعلها جامد ليس عسى ونعمة وحبذ مثال ذلك قال تعال إن تبدو الصدقات فنعمة إذن فنعمة هي جملة جوابية في محل جزم بسبب ارتباطها بالفاء وبسبب أداة الجازمة طبعا ولماذا ارتبطت بالفاء لأنها لأن فعلها فعل جامد أيضا مثل قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منها أيضا من غشنا فليس منها خامسا إذا كانت مبتدئة بأداة شرط وهو آخر شيء إذن مثال ذلك ومنهم قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن الأعراب يقصد فإن أعطوا منها رضو العرب والمنافقين ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون إذن تلاحظ من هنا وتلاحظ إن إذن الجملة الجوابية ابتدأت بأداة جزم فلا بد أن ترتبط بالفاء وبما أنها ارتبطت بالفاء والأداة جازمة فهي في محل جزم إذن هذه هي الحالات الخمس أعيدها من أجل الحفظ فقط إذن تكون جملة الجواب في محل جزم بشرطين إذا كانت أداة شرط جازمة وكانت مقترنة بالفاء متى تقترن بالفاء في حالات الخمس أولا إذا كانت فعلية إذا كانت الجملة الجوابية فعلية مقترنة بما قد سين سوف ولن ولا النافية والناهية وربما وكأنم ثانيا تقترن بالفاء إذا كانت فعلها طالبي ثالثا تقترن بالفاء إذا كانت جملة اسمية مجردة رابعا إذا كانت فعلها جامدا وأخيرا إذا كانت الجملة الجوابية مبتدئة بأداة شرط إذن كانت هذه هي الحلقة المخصصة لجملة جواب الشرط فإلى لقاء آخر كان معكم أخوكم الأستاذ عبد الحميد منابطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة